ناولت الصحف الأجنبية في مقالاتها استهدف إسرائيل للمدارس التي تؤوي نازحين وخطر توسع الحرب بين إسرائيل وحزب الله وتزايد مقاطعة إسرائيل في أوروبا إضافة إلى إسرار رئيس الأمريكي جو بعيد على خوض الانتخابات الرئاسية الدخول في حرب مع لبنان يؤرق الإسرائيليين هكذا عنوانت صحيفة فينانشل تايمز مقالا عن الصراع الإسرائيلي اللبناني تقول الصحيفة إن وجود إمكانية دائمة لحدوث تصعيد عبر الحدود لا يعني أن الحرب الواسعة أمر لا مفر منه الصحيفة ترى أن التصعيد مع حزب الله قد يكون مختلفا هذه المرة لأن ألاف الصواريخ والطائرات المسيرة ستضرب المدن الإسرائيلية وسيتدافع الإسرائيليون نحو الملاجئ وتابعت الصحيفة أن دخول حرب مع حزب الله لن يكون تطبيقا للنصر الكامل الذي وعد به نتنياهو بل سيكون حربا لا نهاية لها واشنطن بوست سلطت في تقرير لها الضوء على القدرات العسكرية لحزب الله تزامنا مع تزايد التوتر الإسرائيلي اللبناني تقول الصحيفة إن الحزب أصبح من أقوى الجهات الفاعلة غير الحكومية في الشرق الأوسط وإنه مستعد لهذه اللحظة منذ عام 2006 وتشير الصحيفة إلى أن ترسانة حزب الله تشمل صواريخ موجهة وغير موجهة ومدفعية مضادة للدبابات وصواريخ باليستية وصواريخ مضادة للسفن فضلا عن طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات ما ينذر بصراع معقد ومتعدد الجبهات يمكن أن يصل إلى عمق الأراضي الإسرائيلية من لبنان إلى أوروبا تتفاقم معضلة إسرائيل حيث نقرأ في Wall Street Journal مقالا حول الرفض العالمي المتزايد للتصرفات الإسرائيلية في حربها على غزة مع تزايد الدعم لعزل إسرائيل وتوسع حملات مقاطعتها الصحيفة ترى أن هذا التحول أدى إلى تغيير مسارات العمل الإسرائيلية وإلحاق الضرر باقتصاد تل أبيب القائم على التعاون الدولي حتى في العديد من الجامعات الأوروبية لم يعد الإسرائيليون موضع ترحيب تقول الصحيفة أما واشنطن بوس فتعود في صفحاتها إلى استهداف مستشفيات غزة وتناقش في تقرير لمراسلها انهيار الرعاية الصحية في مدينة غزة مؤكدة أن إسرائيل جعلت المستشفيات هدفا رئيسيا لحربها منذ السابع من أكتوبر الصحيفة تطرقت إلى قضية تدمير مجمع الشفاء الطبي ونقلت تصريح الهلال الأحمر الفلسطيني بشأن خروج جميع عيادات الطوارئ في مدينة غزة من الخدمة حول تفكيك رصيف غزة العائم كشف الكاتب جوليان بورجر في صحيفة الجارديان أن المشروع البالغة تكلفته 230 مليون دولار تعرض منذ البداية إلى انتقادات لكونه يشتت الانتباه عن الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية خاصة أنه خلال شهرين من تشغيله تم تفريغ نحو 500 شاحنة مساعدات على رصيفه وهو ما يعادل يوما واحدا من الشاحنات الوردة لغزة قبل بدء الحرب وإلى الشأن الأمريكي تبرز صحيفة نيويورك تايمز ما تعنونه بنارجسية بايدن التي تقوده نحو الهاوية نقرأ في الصحيفة مقالة بريت ستيفنز عن المشكلات التي تعصف في وجه بايدن خلال حملته الانتخابية وأن الرئيس الحالي للولايات المتحدة أصبح يعيد أخطاء دونالد ترامب وبشكل أكبر ويرى الكاتب أنه رغم مشكلاته إلا أن ترامب يتمتع بدعم حزبه ويحظى بدعم أغلبية الناخبين بينما تعتمد طموحات بايدن على بيانات لا تبدو واقعية وعن ما سمه غرور بايدن أكد الكاتب تيموثي أوبرين في موقع بلومبيرغ على ضرورة اعتراف الرئيس الأمريكي بأن الوقت قد حان للتنحي وأن عليه أن يفعل ذلك بأسرع وقت ممكن أوبرين أضاف أنه على كل الذين قد يستمع إليهم بايدن أن يهمسوا له بحقيقة أن تفويضه الأساسي قد تلاشى ليلة مناظرته مع ترامب ترجمة نانسي قنقر